اشتركوا في القناة بشتغل في مستشفى كبيرة هنا في الإمارات أسستنت مانجر مسكال بزنس والماركتنج ديبلومنت لأنه أنا أكثر يعني حد باري باري سوشيبل فأي لفت دفارماسي كارير علشان حسيت أن حتة الماركتنج دي تفتس ماي برسناليتي أكثر حلو طيب كويس أنه وديتيني لسؤال ثاني ما يصير مثلا مرات حساسية في الشغلان كثير أسمع عن أصدقاء الإنفلونسرز أنه يتحسسون في الشغل عندهم أنهم على السوشيال ميديا فممكن يجسرون في حق واحد من يا سوشيال ميديا يا أما شغلة الرئيسي بوس ما أنا مش هجزب عليك ومش كل الناس بتعرف تعمل البالانس ده بس أنا الحمد لله أنا شوية حد سوبر 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 أكتف يعني أكتر حد أكتف ممكن نشوف حياتك فأنا بحاولت طول الوقت أن أنا أوازن ما بين الاتنين وابضلت كتير قوي في حتة الفارماسي دي بس لما حسيت أن هي لا مش هي دي أنا فضلت أكتر أن أنا روح نحية البزنس ونحية الماركتينج وحاجة فيها ريليشنز وكومينيكيشنز مع الناس لأن هي دي أكتر بورت أنا برتاح فيه حلو طيب شو الترنينج بوينت أو نقطة التحول اللي قالت نير لنفسها لا أنا بتاعت سوشيال ميديا هفضل في السوشيال ميديا بس السوشيال ميديا يعني through all my life it has been a passion يعني هي حاجة أنا بحب أعملها فكان طول الوقت يعني حتى لو بحاول أبعد عنها لا هي دي الحاجة اللي أنا بحب أعملها بحب أتكلم بحب أطلع بحب أوري الناس حياتي سو يعني هي دي الحتة اللي it fits me فأنا جيت في فترة كده قررت especially بعد الكورونا تعرف الكورونا دي يعني حسنت الناس إحنا قد إيه كنا منعزلين وكده إن لا this is my life يعني I love social media أنا هكون أقوى على السوشيال ميديا أنا يعني هدف عن حلمي قوي يعني بما أنت في قسم التسويق أو مجال التسويق يعني عارفة من أين تؤكل الكتف في السوشيال ميديا فهمة مش الجمهور شوية بغلاء عارفة يمكن أن توجهين الجمهور فحابة شوي أتكلم عن البوستات اللي تسويينها متعددة هي بين lifestyle بين fashion يعني شوي girly أكثر تقريبا شو الpriorities عندك كيف تحطين أولوياتك على السوشيال ميديا من ناحية المواضيع بص أنا طول عمري بحب السوشيال ميديا قوي أول ما بدأت على السوشيال ميديا كان travel هو it was my passion أنا ألف في العالم زي بقولك أنا حد أكتف حد جريء بيحب يسافر بيحب يتعرف على cultures جديدة ولما بسافر بلد بحب أتعامل مع الناس اللي في البلد وأكل من الكوزينز بتاعتهم this is my passion فلما بدأت كان أكتر حاجة هي الصفر بعدين لما الكورونا جات طبعا موضوع الصفر قال لي شوية بدأت ألاقي نفسي أكتر في lifestyle أنا يعني عايشة طول حياتي في الإمارات وخاصة أبو دبي وأبو دبي قد إيه غالي على قلبي فلقيت نفسي أن أنا أكتر لوحة لحية lifestyle عايزة وري الناس قد إيه أبو دبي جميلة قد إيه عندنا أماكن حلوة ساعة كثيرة بحس بصراحة أن أبو دبي مسلومة على social media لا يعني أنا يعني بلدي الثاني هي أبو دبي أنا طبعا بفتخر أن أنا مصرية بس أبو دبي هي بلدي الثاني فوجهت أكتر أن social media بتاعتي أنه أنا عايزة وري الناس إحنا عندنا outings حلوة عندنا أماكن حلوة عندنا فاستيفل يعني قررت أنه أنا أنا هركز بس في أبو دبي طب لو بسألت أحين what's your favorite spot مكانك المفضل في أبو دبي تروحي لأوين لا كتير قوي أبو دبي دلوقتي بجد فيها حاجات كتير قوي عندنا مشروع القناة حلوة قوي عندنا ياس بي عندنا ياس آيلان اتحاد أرينا بتعمل the best concerts يعني لا أبو دبي حلوة قوي يعني أنا مهما بلف في العالم وبرجع أبو دبي بالنسبة لي حاجة تانية وطبعا وجودك على social media زي ما قلت لك بدأ بسفر وبعد كده بدأ أنه أنا نننو مجدي أنا في أبو دبي يعني I'll show you all around أبو دبي أولا بتخش في الحتة دي بقى طبعا بتلاقي برضو fashion يعني it came بقى أنه when you're around the social media you have to do something fashionable تلبس حاجات حلوة توري الناس فهي دخلت في كله كمان بحب الأكل قوي أما very very يعني good foodie بحب الأكل وبحب التيست بتاع الأكل حالو والحمد لله عندنا هنا في الإمارات the best cuisines وكل الكuisines موجودة صحيح فبحب برضو أعمل restaurants ومطاعم so I'm doing everything السؤال اللي يطرح نفسه حاليا أنا لما حدخل حساب نير على الإنستجرام شو اللي يميز حسابها عن باقي المدونين والمدونات مش هقولك أنه أنا حد I'm very 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 professional بس اللي بيميزني في حسابي زي ما قلت لك أنا active يعني الحمد لله كلما بروح في أي مكان دايما الكمل بسمحنا أنه is everywhere أنا فعلا everywhere أنا super super active بحاول عمل كل حاجة بحاول to cover كل حاجة يعني it's a passion يعني أنا وأنا بعمل الحاجة بكون مبسوطة بكون stress ده عندي دوام مخلصة دوام ساعة أربعة بس برجع البيت لا أنا عايزة أروح أنا عايزة أعمل حتى when I'm down لا أنا بحب السوشيل ميديا أنا بحب الإنستجرام أنا بحب أبو دبي بحب الإمارات I feel that I'm blessed أن أنا في بلد زي دي بجد فدايما دي واضحة قوي على الإنستجرام عندي أنه أنا يعني بحب اللي أنا بعمله حلو لو سألتت حاليا على السوشيل ميديا تغير شوي ترند أنه أنا لازم ألبس على الموضع صار أنا بلبس على شخصيتي حسب المكان صار في وعي أكثر عند البنات وحتى الشباب من ناحية الأزياء كيف غيرت السوشيل ميديا هذا الفكر عند الناس بص أنا أقولك على حاجة يعني يجذب عليك أي حد يقولك لا أنا ما ببصش أنا ما بشوفش كلنا بنشوفه كلنا بنتعلم كلنا بنشوف الريلز ونشوف الناس بتلبس إزاي بس أنا بحس أنه أنا لا ستيل لسه مي كاركتر يعني غالبة علي أنا بحب الحياة جدا فبحب الألوان بحب الكالرز ممكن تخش على البيج عندي تقول هي إزاي لابسها لونين دولت على بعض I don't care يعني لأ أنا بحب هذه شخصيتك بالظبط فبحث أنه أنا أبتأثر مش هقولك مش بتأثر بالترنس وباللبس وبالفاشن وكلنا بنشوف وبنتفرج وبنعمل شوپنج أونلاين بتشوف الموديلات الجديدة بس أنا ستيل بحس أنه دايما في الحاجة بتاعتي بيبقى فيه التوتش بتاعي كده يعني ممكن يكون مثلا outfit it need a heels لا بس أنا هلبسه على سنيكرز عشان أنا I feel comfy فدايما بحس أنه لأ شخصيتي في الآخر يعني الألوان بحب الكالرز أنا مش محجبة بس دايما بحب ألبس مودست فدايما بيجي لي كومنس كتيرا من بنات مش محجبة إنه it's good to be modest ممكن أنا تربيت وعيشت هنا فموضوع إنه ألبس حاجة مودست بيأثر علي قوي فبتأثر بسوشيال ميديا وبشوف حاجة حلوة بتعجبني وبجيبها بس في الآخر هتلاقي التوتش بتاع أنا إنه موجود حلو طب آخر سؤال سريعا إذا بتعطي نصيحة للبنات اللي حبون الموضة شو بتقولي لهم اعملي اللي انت توفيل comfy فيه يعني أنا بحس بدايق ساعات كتير جدا بحس إن فيه ناس حاجة بتطلع ترند فالبنات كلها بتنزل تشتريها أو بتلبسها لا أنا I never do this I never حتى لو الحاجة very very fashionable لا اعملي اللي يناسب جسمك اللي يناسب شكلك اللي يخليك مرتاحة يعني أنا وانا جاي النهاردة مثلا لا أحسيت أنه heels أنا girl I should wear heels لازم أعمل كذا لا أنا في الآخر sneakers it's me الطريقة دي لها تريحني أنا هسيب الجاكت مفتوح يعني اللي بي سي اللي يخلي شكلك حلو ودايما بحس إن البنت بجد بجد يعني روحها وطريقتها وده way she speaks أهم بكتير من هي لبسة أي أو هي بس she showing off فخليك على طبيعتك اللي تحبيه اللي بي سي فيه حاجات كثيرة بتطلع fashion's and trend it doesn't suit me فأنا مش بعملها ممكن أكون شوية برجع لحاجات قديمة بس مش أي حاجة تطلع موضة لازم تعمل يعني بمختصر مفيد بيرسلف كوني نفسك بالضبط هذا نصيحة لكل إنسان أصلا بالضبط شكرا يا نيرا تمتعت معاك ويدا وأنا كمان مرسي أنا كنت مبوضة هنا النهاردة واتبسطت معك قوي